قراروا بقاء القوات الأمريكية في العراق من عدمها وما سيصدر يوم غد من لقاء رئيس الوزراء العراقية سيد مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ما يبدو أصبح واضحا للغاية وهذا طبعا يأتي من الطرفين من طرف الحكومة العراقية من لقاء نشر اليوم وتصريحات مهمة جدا للسيد مصطفى الكاظمي إلى الاسوشييتد برس الذي قال بنفسه بأن قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية الموجودة في العراق لسنا بحاجة لها على المستوى القتالي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بل نحن بحاجة لها على مستوى تقديم خدمة وطبعا التقديم المشورة الاستخبارية على مستوى عالي وكذلك تقديم التدريب للقوات العراقية من أجل أن تقوم القوات العراقية هي بمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي وطبعا بحسب الحاجة بالإضافة إلى ذلك بأن جانب الأمريكي وتحديدا جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات مهمة جدا إلى الفويس أوف أمريكا عندما سئلت عن هذا الموضوع قالت بأن محور بقاء القوات الأمريكية في العراق سيكون محورا رئيسيا عند لقاء السيد مصطفى الكاظمي مع جو بايدن يوم غد وكذلك قالت بأنه على الأرجح بأن القوات الأمريكية والأمريكيون سيستمرون في دعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى ذلك بأن هناك تسريبات خطيرة جدا من مسؤولين موجودين في البنتاجون صرحوا إلى النيويورك تايمز وهم مطلعين على طبيعة المباحثات التي تتصير بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية ورح تكون مخرجاتها واضحة عندما يظهر السيد مصطفى الكاظمي وهو جالسا بجنب جو بايدن يوم غد شوف شون اللي قالت النيويورك تايمز من هذا المسؤول المطلع على هذه المباحثات شوف شون اللي قالت لن تكون هناك قوات عسكرية أمريكية تلعب دورا قتاليا بحلول نهاية العام نتوقع بعض التعديلات في القوة بما يتماشى مع هذا الالتزار بالإضافة إلى ذلك مسؤولين آخرين شوف شون اللي قاله قال مسؤولون في البنتاجون أنهم يتوقعون بقاء مستويات القوات في العراق عند مستواها الحالي البالغ نحو 2500 جندي أمريكي طبعا وإعادة تحديد دور بعض القوات الأمريكية باختصار شديد جدا هم باقين في العراق وفقد تغيير للأدوار الموجودة من القتالية إلى التدريبية وطبعا حتى نفهم قضية مهمة جدا بأن قوات التحالف الدولي بشكل عام اللي موجودة بشكل رسمي وما هو مذكور رسميا اللي موجودين هم 3000 طبعا و500 جندي من التحالف الدولي من ضمنهم 2500 جندي أمريكي اللي موجودين وطبعا هذه تعتبر أخبار سيئة جدا ومستفزة جدا للفصائل المسلحة حتى هذه اللحظة على الأقل على الرغم من كل هجماتهم اللي سووها على كل المستويات وعلى الرغم من تحذيرهم الواضح جدا من عملية اطلاق طائرة مسيرة إلى أربيل وتحديدا إلى قاعدة حرير التي تبعد 70 كيلو مترا عن سنتر أربيل إلا أن هذا الموضوع طبعا لم يصل إلى طريق واضحة كانت الرسالة من هذه الطائرة المسيرة بأننا سنستهدفكم إذا لم تنسحبوا أيها الأمريكيون وكل القوات الأجنبية سنستهدفكم في أي قاعدة أنتم موجودين بها حتى لو كانت على مستوى قاعدة حرير البعيدة للغاية مقارنة بكل القواعد فلذلك هذا القرار سيصدر بهذا الشكل على ما يبدو من خلال هذه التصريحات بالتأكيد سيجعل الفصائل المسلحة تستنفر هجماتها على مستوى قاعدة عين الأسد قد تكون لها نصيبة الأسد من هذه الهجمات بالإضافة إلى القواعد الموجودة في سوريا مع توسيع الفصائل المسلحة لعملياتها المستمرة وقد نرى أيضا عمليات هجمات من الفصائل على الإمدادات للتحالف الدولي لأن الموضوع وكل اللي سوى طبعا لم يصل إلى نتيجة فبالتالي قد تتصاعد نوعية هذه الهجمات بشكل كبير خاصة أن الأمريكان الآن بقاهم في العراق هو واضح بأنه بقاء استراتيجي لأن هناك أمور مرتبطة بهذا الموضوع وليس فقط بطلب العراق يعني القوات الأمريكية الآن بالنسبة لهم وتحديدا هناك تقارير جاءت من المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد بأن الفصائل المسلحة قد هي مسيطرة على الحدود العراقية السورية وعد الداخل السوري وتحديدا في هذه النقاط من ضمنها قاعدة الإمام علي وألبو كمال اللي هو في نهر الفرات بهذا الاتجاه طبعا وسيطرتهم على الميادين وسيطرتهم كذلك على دير الزور وعلى الرقة هناك تقارير واضحة تؤكد من الجروز المبوست كذلك بالإضافة طبعا إلى المركز السوري لحقوق الإنسان أنه أكو عملية تغيير ديمغرافية في هذه المنطقة تحديدا على طول غرب نهر الفرات وهذه طبعا تصير بس تحديدا خلال شهر سبعة هذا خلال خمسة وعشرين يوم هم قدروا أن يسيطرون على ثمانية وسبعين منزل منها ما صادروها ومنها ما دفعوا طبعا أموالها لأصحابها من أجل السيطرة عليها وطبعا هذا الذي يجعل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن يضغط ضغطا كبيرا الآن ضغط قبل أربعة أيام ضغطا بشكل كبير على جو بايدن ويقوله بأن هذه التغييرات الديمغرافية والتهديدات كلها بسبب مفاوضاتك مع إيران وكأنك تذهب مع إيران من أجل جعلها شريكا لك في زعزعة الشرق الأوسط وهذا هو الذي يهدد إسرائيل بشكل كبير كل هذه الترتيبات وطبعا ضغط مايك بومبيو هو موحدة وإنما الحزب الجمهوري بأكمله هو يضغط على جو بايدن بهذا الأساس على هذا الأمور بأن جو بايدن مضطر أن يبقى لهذه الأمور الاستراتيجية على مستوى قاعدة عين الأسد على مستوى هذه القواعد لما سيحدث أيضا في الاتفاقية النووية تلعب دورا كبيرا جدا في هذا الموضوع خاصة أن جو بايدن أيضا مضغوط بشكل كبير في الداخل مصادقة الشعب الأمريكي عليه اللي حصل الشعب الأمريكي غير جيد على ما يبدو حتى هذه اللحظة هو أول 185 يوم إلى يوم أمس هو مسجل 52.4% وطبعا هذا أقل من الرئيس باراك أوباما في أول 185 يوم إلى لما كان هو جو بايدن نائب إلى في وقته كان باراك أوباما حقق 54.3% وكذلك هو أقل من جورج دابلي بوش اللي في أول 185 يوم إلى كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية حقق 53.3% فلذلك جو بايدن طبعا هذه تضاف إلى أمور داخلية كثيرة جدا هو ديواجها من ضمنها طبعا الكورونوفايروس والتلقيحات والمشاكل وغيرها الداخلية اللي ديعاني منها ولكن هذه بالتأكيد تلعب دورا كبيرا في طبيعة ما يمكن أن يحدث له لذلك يحاول يخفف من الضغط اللي هو طبعا ديعيش تلعب دورا كبيرا تلعب دورا كبيرا تلعب دورا كثيرة جدا كبيرا تلعب دورا C